شو عم تقدمي بحياتي كلّا؟ شو عم بقدّم؟ اليوم قلتلك بالمقدمة المثابرة الإرادة شو عم بتقدم؟ هيا أنا عجبك تحضرني ما عجبك ما تحضرني شو عم بقدّم؟ شو عم تقدم للناس أنت؟ عندي الأغاني السخافة؟ الأغاني اللي غنيتها شو هي؟ والشعر كمان اللي بلقي بطريقتي تفاهتك على السوشيل ميديا؟ أي تفاهتك؟ سوري ما بسمح ما بتسمحي لي؟ لا ما بسمحي أوكي مداثة عن حالب؟ أم عبلك سنة حالب حالب بشو سنة حالب؟ بكل شي؟ شو عملت اليوم بالتالي؟ بشخصيتي بشو خياتي خلصيني بالتالي بشخصيتي؟ اه؟ جاوبيني أنت بعملك بشغلك اليوم اللي تليبتك؟ ما عليك حياتي؟ شو؟ بمثل بشو وين؟ لا قليلي هلأ وين؟ لما رحت لتمثلي شو صار فيك؟ شو صار هنّ؟ هتمسخروا عليك أو لا؟ لا مين؟ مع حيفة وهبة؟ مظبوطة الخبرية هاي؟ هاي؟ رحت تتمثلي مع هيفة؟ وقتها طلبوني بـ أبيض أسود فاتيح أسود فاتيح أسود فاتيح أسود فاتيح مش المنتج تحت إدي المنتج بدون إكيب عمل أنا بدي إخد دارة الصحفية وراء معتسم النهار وكان فيكت كتار نيس رح نطلعنا عاجوني كن هن عم بيثوروا بمعلة سيارات فاتت أنا مكت أكيد موجودة ست هايفة أقول لي هلأ ست أحترام هي عائدتك لا؟ إيه؟ مش هي عائدتك؟ هاكيتي لا جيبولي تليفون جيبولي تليفون هلأ وين تليفونيك؟ لحزة وتليفوني لو سمحتم هاي تليفونيك هاي تليفونيك هيدا خليه معك هيدا الدليل حياتي ينبين علي العزة مش ضروري هي العز مش بيلفت المال والمصاري عرفت؟ بالبيز تقول لك بدي سمع الناس أنت حتى دقت مين على التليفون بس خليك لحظة وقلولي هي مهووسة هايفة وهبة أو لا؟ بس سمعوا هيدا غنيت هايفة وهبة شو يعني؟ شو يعني؟ أوكي؟ شو يعني؟ انت عندك حلم؟ ست ما أقول لك سات الديفا أكيدي أكبر مني بشي بس مش انت بديك تحكي عن هايفة اليوم نحكي من الآخر لاحظة، أنا لا بديك انت عم تقوله أنه لحظة عقدتك هايفة وهبة؟ ليش عقدتك؟ طموعك تعملي مثل هايفة وهبة؟ لا حياتي كلكم عم تعملي لا تقبل لا أكيدي وما بيسمح لك شو؟ شو؟ حتى أنا كلهم عندهم عقدات يصفلو كلهم بش بها بس أنا بش بحالي حياتي متل ما هي أول ما طلعت لك مصبوطة بس علك طلعت من 25 سنة كنت أنا بعدني بايبي نادي عمريك هلا أسم الله اه؟ ما دريري تاربس ما قالوا 35 حرام تحكتني بعدهم ما ساروا 30 عمت حالة بومب وكلهم هجموها وصارت أنا غير لوك أنا بكرة العانة مع فكرة في كذا حدا معلدني ومفرجيك والثور عرفت أنا كمان غير اسدي هيفا هيفا قدرت شغلت على حالة انت عشوف من قلة 30 سنة أنا قلة سنة نعم صرخ ما عم صرخ بص واحد يحكي دميره رحت لك مثل مع هيفا وهي بكليب أو لا أم عم بقل لك بس أقل لك إلا 30 سنة أنا قلة سنة عملت ثلاثة أغاني وهلق في غنية حتى نظر ما رح أحكي لا أرفض حتى المقارنة لا هكي يعني هلق جمهور هيفا بيقوم عليك كله لحظة تماما لحية كبيرة للسيدي هيفا وهبة مش انتقلت لي هكي بس نجمة عالمية اوكي وبدك كتير لا تسيري متلا لا هتسير مش عايبة عليك تقولي أنا شاعرة لبنان الأولى شو هالمسخرة اللي وصلنا لها بجهوا بيني بشو انت شاعرة لبنان الأولى وإلك عانت قليلي أصالة بتحبني وبتحضرني يا عم في شي في شي عم يضرب في شي عم يضرب فيك شاعرة شو بشو شاعرة انت هلا بجهوا بيني شو يعني شاعرة لبنان الأولى بشو بدي قول الشغلة الشاعرة راملاء نكت شقتوا ولا قباتوا عن مصخرة ولا غير مصخرة اسم راملاء نكت الشاعرة حفظلينش اسم لحدة لبنانية شاعرة حتى انتوا يا مثقفين والمعلمين نكيل وعن بيعلموا لدوات شعرية عطيني أسامة أنا اليوم كمثقف كمثقف إذا بدي أعطيك إذا بدي أعطيك اسم شاعرة لبنانية انت مرح تعرفيها أعطيك ما تزعل مني تسعين بالمية من الشعب اللبناني مرح يعرف لا ما بيسمح لك سوري ما بيسمح لك تقول عني جهل شو عم تعملي لت مش عايبة تقوليلي أنا شاعرة لبنان الأولى ما قلت انت بتقولي أنا شاعرة لبنان الأولى انت شو؟ شاعرة فنانة عرفت عليا؟ لا أكيد بعتقد العم بيسمح له والفنانين منون أحلى مني اليوم اللي بيقليك يا عيبة تشوم عليك انت كيف تقولي عن حالك شاعرة شو بيقليله ردي على الكاميرا لا أبالي بل أمثل نفسي ولا تمثلني ولا بيهمني لرأيك ولا شخصيتك نيح؟ انت أصالة بتحبك كثير أي حياتي قالوا بتقول عني كثير معدومة أنا فيكن هلأ تعطوني وراء وقلام بدي هلأ برا وقلام بحضر الله بتشعر لأنه أنا قارب بتفوت أصالة بتقول عني حتى يصلى الحكي يصلى مع احترامي أنا بحبه بدي شعر لأصالة نصري هلأ هلأ بعمله من عيوني هيدو العيون أصالة بهيد اللحظة الناس اللي عم تحضر سامحتك سامحتك ضحك ضحك يضحك وبني يضحك على أحلى مش أحلى ما نجيبه والجهر وبيكفي لابنان شو سار فيه حلو أنا عم دخل البسمة سامحتك سامحتك مره غني لأ أنا مش دي سامحك أنت عشوه كرهتيني 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 العالم تكرهيك في عالم تكرهيك أنا يعني بعتقد جواب كتير واصل كرهتيني بهيدا الوقت اللي عم تكت بالشعر جوابيني أنت تطلقت شبكي مصدومة أنه عفكر دي لك شي شبكي مصدومة بدي قل لك شي أنا وقتا طلعت مع احترامي ما بدي تحكي عن أي برنامج فيك تقولي برنامج معا ما بدي أذكر ولا عسم برنامج لأنني حكيت عن حيات الشخصية عرفت وأنني حكيت وقتا أنه التفاصيل ليش فرض عليك هنا تحكي أنا كنت بحالي وقتا أنه ضيعان أولادك بس أنا بدي قول أنت حلح أحكي عن أولادك بعد شوية لا لا معي غير نكها لا تماما طيب طليقك لليوم أنت بتاع ترفي أنه هو حنون شو بدك؟ فينا نقطع عن هيدا السؤال ليس 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 أنا ما عم بذكر لا اسم ولا عم بأكيد أنا بحترمه وبقدروك ما خدا إله بعض يعيس عن حياتي الشخصية الشي ليس ما حدا لا ممنوم فإذا تشرفي عدي ببيتك وما تكوني لنرأي العام إذا بتاع مني معروف أنا ما عم سيق لا لا طليقك ولا شي أنا عم بسألك اليوم طليقك كتير منيح معك بس للأسف الشديد استعار منيك وطلقك أكيد والله ما عملت؟ الله يخلي الشهداء اللي راحو عملت لي ليه طلقك؟ ليه ليه طلقك؟ جاوبة للناس تتسأل جاوبة مع أنه طليقك هذا كتير محترم وكتير قيدم ورملاق وحنون كتير عليك إلى اليوم تنكر هيدا الشيء أو لا؟ بس تنكر هيدا الشيء أو لا؟ بس تنكر هيدا الشيء أو لا؟ بس شو؟ بس لا بدك تجاوب لا بدك تجاوبة لا بدك تجاوبة على كل حال قبل ما روح لطفورتك بعد شوية بالفقرة الثانية أه بليز لا بدك حدا تصورة تبين غير بس لرملاق رملاق هيدا الشخصية تتجرأت إليلي شو طلب منيك؟ مستحيل ليه؟ مستحيل ليه مستحيل ليه مستحيل؟ أكيد لا أنا رح قول للناس الليلة أكيد لا الليلة أنا رح قول للناس أكيد لا هيدا رجل سياسي صح أو لا؟ قل لي شو طلب منك؟ ما فيني ما تقول اسمه؟ لا مستحيل لا مستحيل ما تقولي اسمه؟ انت من وهي جيدة لم أبكشي؟ جاوبيني على السؤال لا مستحيل أهم رجل سياسي اليوم بالبلد شو طلب منك؟ بديك تحكين منك أو أنا بحكة توفكري بكشي فأزن خزقية للصورة هي وهيك خزقية طلب ب**** تكوني موجودة أو لا طلب منك ش**** أو لا ما فيك تهكي شو تجرق جرق وحكيه لا يعرفوا العالم أنه أنت منك حدا عاطل أكيد أكيد طبعا جيوا بالناس اللي عم بقولوا أنه أنت حدا وصخ بقولوا حدا رحز كلامك يعني أنه أسلوبك كلامة تكتبيهم تقريهم على السوش الميديا ما بقرأ ما بقرأ ما بقرأ من السوش الميديا أنه أنت لو بتعدي لبيتك شو تعبير الوصخ عندكن شو شو كلم يعني بتقولها ما بفهم